بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رحب فيكم أعزائنا الطلاب في هذه السلسلة من دروس الجغرافية واليوم عزيز الطالب حلقتنا متميزة حلقة مراجعة للفترة الدراسية الرابعة رح نتناول فيها مجموعة من الأسئلة التي من الممكن أن ترد في الاختبارات نتعلم عليها ونعرف كيفية الإجابة عليها ويفرضل أن يكون معك ورق وغلم حتى أنك تابع معي الأسئلة المهمة لكن كل هذا إن شاء الله رح يكون بعد فاصل غصير تابعني أهلا بكم أعزائنا الطلاب من جديد اليوم مثل ما قلنا لكم حلقة مراجعة للفترة الدراسية الرابعة نتناول فيها مجموعة من الأسئلة نبي منكم متابعة وتركيز لأنني رح أشير إلى بعض الأسئلة المهمة التي ممكن أن ترد في الاختبارات ولكن ليست كل الأسئلة إلا ما هي نماذج من الأسئلة تابعني بسم الله الرحمن الرحيم أولا ضع خط تحت البديل المناسب من بين البدائل فيما يلي طبعا هذا السؤال كل كلمة تعود عليه عبارة عن بدائل وتختار منها الإجابة الصحيحة ورد لكم في بعض الاختبار أو كل أغتبار ما يأخذوا اختبار من هذا النوع من الأسئلة نشوف السؤال الأول جملة عدد السكان مقسومة على جملة مساحة الإقليم لحساب نوع من أنواع الكثافة السكانية تذكرون عزيز الطالب أننا تكلمنا عن أنواع كثيرة من الكثافة الكثافة الفيسيولوجية كثافة السكانية الكثافة الزراعية إلى آخره هذا النوع من أي نوع؟ هي الكثافة الصافية أم الفيسيولوجية أم الكثافة العامة الاقتصادية ركز عزيز الطالب عدد السكان مقسوم على مساحة الإقليم أحسنت هي الكثافة العامة السؤال اثنين قدرة تكاليف إعادة عمار القطاع البترولي الكويتي بعد تدميره من قبل النظام العراقي في فترة القزو بالمليارات دولار حوالي كم مليار؟ ثمانين مليار دولار ثلاثة جملة عدد السكان الزراعيين أيضا سؤال آخر عن الكثافة جملة عدد السكان الزراعيين مقسوما على جملة الأراضي المزروعة هي أي نوع من الاسم أكيد إذا راح تكون كثافة زراعية كثافة زراعية أربعة هني عايزة طالب مهارة تدرب عليها يبي منك هو الجزء المضلل نسبة سكان العالم الذين يعيشون بين دائرة عرض من 20 إلى 40 شمالا وجنوبا يمثلها الجزء المضلل في الدائرة البيانية طبعا الجزء المضلل الدائرة 100% نصف الدائرة كم؟ 50% فيفترض أن في هذا السؤال أنت تعرف الرقم فإذا عرفت الرقم تقدر تحدد الدائرة الصحية فهني إيه؟ ألف هل هي ألف؟ أم باء؟ أم جيم؟ أم دال؟ طبعا راح تكون باء أي 50% من سكان العالم يعيشون بين دائرة عرض 20 إلى 40 شمالا وجنوبا خمسة الخبير البريطاني الذي قام بعمل التخطيط العمراني لمدينة الكويت في عام 1970 نحن عارفين أن عزاء الطلاب أن مرت المخططات الهيكلية لمدينة الكويت بمراحل وتعتبر تقريبا ثلاثة مراحل رئيسية والخبير الذي اعتمدوا عليه في التخطيط وهذا كان في المرحلة الثانية من إعادة إعمار مدينة الكويت ما هو اسم الخبير؟ باء كولين بوكانا الخبير البريطاني ستة التوزيع الصحيح لحقول البترول في دولة الكويت تمثله على الخريطة أي شكل من الأشكال هذه طبعا هذه حقول البترول في الكويت ما تخفى ظنتي على أي طالب من الطلبة فأي مخطط مناسب للحقول هل هو باء؟ ألف؟ جيم؟ دال؟ جيم أحسنت في شمال وجنوب دولة الكويت سبعة مؤسس علم الجغرافية السياسية نحن عارفين يا عزيزي طالب أن الجغرافية السياسية هي إحدى فروع الجغرافية البشرية وكان هناك عالم هو أول من وضع حجر الأساس لهذا العلم ما هو؟ كانت هو كانت ثمانية تعرضت المحاصيل الزراعية والنباتات البرية في دولة الكويت في عام 1991 أي بعد الغزو العراقي للكويت للتسمم بسبب ليش؟ أكيد من المخلفات أو البحيرات البترولية البحيرات البترولية بس نتيجة لحرق آبار النفط تسعة البوابة التي تحمل الرقم خمسة لاحظة خريطة السهم نشوف في أعلى الخريطة رقم خمسة ما يتسمى؟ طبعا هذا العزيزي الطالب هو السور الثالث لمدينة الكويت تكلمنا عنه وقلنا أنها قلصت أعداد البوابات فلنشوف البوابة رقم خمسة ماذا تسمى؟ هل هي الدسمان أم الشعب أم الشامية المقصب؟ هي بوابة دسمان احفظ عزيزي الطالب خاصة في السور الثلاث أسماء البوابات لأن ربما تجيك سؤال في الاختبار فيها سواء أكمل الفراغ أو مثل ما اختيار البداء لنشوف عشرة الحدود طبعا هذه من أنواع الحدود التي تكلمنا عنها الحدود التي تتبع خطوطا فلكية في رسمها تسمى خطوطا فلكية عزيزي الطالب تذكر معاي هل هي حدود بشرية أم هندسية أم طبيعية أم هي تخوم؟ أكيد راح تكون هندسية 11 أنواع المعلومات التي تكون تكون نظام المعلومات الجغرافية اللي هي الجي اي اس تذكرونها؟ مما يتكون صور الأغمار الصناعية أم من الأرصاد الجوية أم من النقاط الجيوديسية أم كل ما سبق؟ طبعا كل هذه تجتمع لتكوين هذه النظام في تكون الإجابة كل ما سبق نوع آخر عايزي الطالب من الأسئلة أيضا نشوفه في كل اختبار درجته سهلة وبسيطة هو أكمل العبارات التالية واحد يطلق على معدلات الزيادة الزيادة الطبيعية في السكان إذا ما أنخفض دون الصفر طبعا إذا الزيادة الطبيعية قلت أصبح ذو الوفيات أكثر من المواليد أكيد ما سيكون فيه نمو فلذلك أطلق عليه دون اسم النمو الصفري النمو الصفري لأن الزيادة الطبيعية صفر وفيات أكثر من مواليد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ماذا تسمى؟ ألاسكوا ألاسكوا ثلاثا بدأت حكومة الكويت بهدم السور الثالث وهذه كانت من الخطة للتوسع العمرانية لمدينة الكويت وكانت هذه في المراحل طبعا الأولى من وضع المخطط الهيكلي الأول من الكويت هدم السور الثالث كان في أي عام؟ الف تسعمية وسبعة وخمسين الف تسعمية وسبعة وخمسين عزيز الطالب أبنبه عن شغلة لابد أنك تنتبه إلى الأسئلة التي فيها تواريخ تتعلق بمدينة الكويت ونشأة مدينة الكويت وهدم الأسوار الثلاثة إضافة أي معلومة تتعلق بمدينة الكويت لأن هذا يعني يعتبر جزء من تاريخ بلدنا يجب أن نتعرف عليه ولا يخفى علينا بغض النظر أن هناك أسئلة في الاختبارات أولى فهذا السؤال العزيز الطالب لنشوفه رغم ثلاثة يتعلق بدوت الكويت بدأت حكومة الكويت بهدم السور الثالث في أي عام؟ ألف وتسعمية وسبعة وخمسين أربعة أيضاً أكبر المناطق العمرانية من حيث المساحة وعد سكان وتعدد الوظائف والخدمات تسمى أكيد المدينة وليست القرية حنا راح نتطرق إلى سؤال مقارنة بين المدينة وبين القرية وراح نشوف فيها هناك أن المدينة أكبر حجماً من القرية خمسة مؤلف كتاب الجغرافية السياسية عالم اسمه فريديك راتزل ستة طبقة الأوزون جزء من طبقة في الغلاف الغازي طبقات الغلاف الغازي تذكرونها أربع طبقات أي جزء يوجد فيه الأوزون استراتو السفير سبعة عدد أبار البترول التي دمرها وأحرقها النظام العراقي البائد هو ما تخفى عليك السؤال هذا عزيز الطالب كم؟ سبعمائة وسبعة وثلاثين بئر تم إحراقها من قبل النظام العراقي ثمانية تقسيم السكان إلى فئات أو مجموعات لكل منها خصائص وسمات تختلف عن الأخرى ماذا تسمى هذه العملية؟ التركيب السكاني التركيب السكاني تسعة الوصلات بين الخادم اللي هو السيرفر وبين الأجهزة المتصلة به ما هي الوصلات هذه؟ ما نسميها؟ هذه أخذناها في نظم المعلومات الجغرافية نسميها الشبكة نسميها الشبكة عشرة تم تطبيق نظام أو نظم المعلومات الجغرافية على الآبار الجوفية الكويتية في حقل أي حقل؟ أصليبية في حقل أصليبية الجوفية ثالثا السؤال هنا عزيز الطالب يتطلب مهارة مهارة أنك تعرف خريطة العالم تكلمنا عنها في الحلقات السابقة وقلنا أنا لا غنى لنا عن خريطة العالم يجب أن تعرف تفاصيلها قاراتها الدول حتى نستطيع الإجابة على مثل هذه الأسئلة وكثيرا ما تكثر هذه الأسئلة في الاختبارات بدون معرفة تفاصيل خريطة العالم لا نستطيع الإجابة فنشوف مجلس السؤال هذا استعم بالخريطة التالية في الإجابة واحد ضع دائرة حول نطاق الدخان الأقل كثافة لحرق آبار النفط في دولة الكويت نبي نضع دائرة على هذا النطاق وين نضع أحسنت في الكويت وجزء من شبه الجزيرة العربية ويمتد إلى قارة آسيا وصولا إلى القارة الهندية شبه القارة الهندية اثنين المدينة جيم نشوف وين جيم؟ جيم في أمريكا الشمالية زين ما هي المدينة؟ يرجع نشأتها إلى دوافع نشوف جيم أول شي الدولة هذه اسمها؟ الولايات المتحدة الأمريكية زين ما هي المدينة؟ اللي عليها حرف جيم هي مدينة واشنطن لماذا أنشأت أو ما هي الدوافع وراء نشأتها؟ أكيد لأنها العاصمة دوافعها راح تكون دوافع سياسية وضح تيار البرازيل الدافع بالرمز هنا هي التيارات أيضا لا يبدا نتعرفها في البرازيل طبعا راح يكون أكيد في قارة أمريكا الجنوبية بالرمز اللي هو السهم الأمامي أحسنت تيار البرازيل الدافع وهذه عندكم خريطة موجودة عندكم في الكتاب للتيارات الدافعة والباردة راجعها عزي الطالب وضع الرمز اللي هو الأمامي على أقل قارات العالم كثافة في السكان أقل قارات العالم كثافة في السكان أي قارة؟ لابد أن نعرف طبعا اسم القارة هي قارة طبعا أستراليا نضع عليها الرمز الذي أمامي قارة أستراليا أيضا عزي الطالب سؤال آخر نوعية أخرى من الأسئلة صنف الدول التالية حسب معدلات الزيادة الطبيعية طبعا زيادة الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى فلذلك نصنفها دول أقل من 10% دول من 1 إلى 2% دول من 2 إلى 3% معدلات أعيد أركز على السؤال معدلات الزيادة الطبيعية فقط نشوف على سبيل المثال أول دولة اللي هي بلجيكة طبعا أخذناها من فوق ومن ثم فرنسا ومن ثم اليابان هذه أقل معدلات الزيادة الطبيعية فيها أقل من 1 إلى 10% نشوف الفئة الثانية اللي هي من 1 إلى 2% طبعا تشيلي البرازيل نشوف الدول التي يزيد عدد معدلات زيادة طبيعية من 2 إلى 3% أكيد راح تكون الكويت الهند المكسيك بالشكل هذا عزي الطالب نكون صنفنا هذه الدول إلى الأرقام اللي شفناها أمامك حسب معدلات الزيادة الطبيعية وأيضا هذا عزي الطالب من الأسئلة المهمة أكمل المخطط السهم التالي كأنه يقول لك اذكر أنماط الحدود السياسية لكن جايب لكها بشكل هندسي عبارة عن مخطط واحد طبعا الحدود الهندسية هو كاتبها اثنين تكملها اللي هو يتخون نوع منواع الحدود الحدود التي تساير الظاهرات البشرية الحدود التي تساير الظاهرات الطبيعية هذه كلها عزي الطالب هي أنماط الحدود السياسية أنماط الحدود السياسية لكن جايب لكها بشكل مخطط سهمي وإنت تكمل الفراغات اكتب المفهوم وأي اختبار طبعا ما يخلو اختبار من هذا النوع من الأسئلة مفهوم أو المصطلح المناسب بين الأقواس واحد علم يبحث في العلاقات السياسية والرقعة الأرضية لتحويل المعلومات الجغرافية لذخيرة علمية ماذا يسمى هذا المصطلح إذا الطالب؟ الجيو بلوتيك اثنين من أقسام مصادر بيانات السكان تتمثل في الإحصاء العام للسكان والقوة العاملة ماذا يسمى المصادر الثابتة طبعا عندنا مصادر ثابتة للإحصائية السكانية ومصادر متقيرة هذا النوع من المصادر الثابتة منظمة عالمية للمقاييس والمواصفات وتدخل في جميع المجالات منظمة عالمية عزيز الطالب تتطلب الجودة والنوعية ماذا نسميها؟ دائما نرقها على المنتجات ماذا نسميها؟ الأيزو أحسنت أربعة التلوث الذي لا يتأثر به النظام الأيكولوجي تلوث أولى مراحل التلوث التي أخذناها تذكرها؟ ماذا نسميه؟ تلوث مقبول لا تحدث معه أي تأثيرات خمسة لجنة الأموم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لقرب أسيا مر علينا قبله شوي في البداية تذكرها عزيز الطالب؟ إذا أنت مركز معي ماذا نسميه؟ ألاسكوا كثيرا ما تتكرر هذه المنظمة ركز عليها ستة إحدى نظم المعلومات التي تتعامل مع المعلومات المكانية من حيث الإدخال والتخزين والإدارة والاستعادة والتحليل في درس نظم المعلومات الجغرافية ماذا نسميه؟ نظم المعلومات الجغرافية أحسنت هو تعريفها الشامل نوع أيضا آخر من الأسئلة أسئلة عزيز الطالب سهلة وبسيطة لكن لا يغرك إذا جدت فيه أشكال هندسية رسومات أو مخاططات سهمية إنما الإجابة وحدة انسف الفئات التالية للتركيب السكالية تنتمي إلي التركيب الأول اللي هو الأعزب والمتزوج والأرمل والمطلقات هذه التركيبة ما نسميها؟ أو أي فئة؟ التركيب الزواجي نصنف السكان على أساس التركيب الزواجي هل هو أعزب؟ متزوج؟ مطلقة؟ أرمل؟ زين التصنيف الآخر أو التركيب الآخر لما نقول أمي يقرأ ويكتب جامعي دراسات عليا شنسمي هذا النوع؟ تركيب التعليم على حسب التعليم صنفنا السكان على أساس تعليمهم زين؟ لو نشوف التركيب الثالث عاطل عن العمل مهندس معلم مزارع دكتور طبيب شنسميه؟ تركيب اقتصادي على حسب دخلها الاقتصادي لو نشوف مسلم مسيحي هذه أتركها لك عزيز الطالب فكر فيها تركيب ديني من الاسم؟ نقدر أن نجاوب عزيز الطالب السئلة سهلة وبسيطة ومباشرة لكن تطلب منك شوية تفكير جدول قارن بين الدوافع المسبب بإنشأة المدين طبعا لكل مدينة دافع لنشأتها سواء إن كانت عاصمة فدافعها سياسي وإن كانت ميناء أو منطقة زراعية فدافعها أكيد سيكون اقتصادي فنشوف على سبيل المثال الدوافع الاقتصادية نريد أن نعرفها هي الزراعة والصناعة والتجارة والتعدين والسياحة ومدن الموانئ وقد يكون إنشاء المدينة لدافع واحد أو دافعين مع بعض زين أمثلة منها على سبيل المثال مدينة المحلة الكبرى في مصر تشتهر بصناعة الغزل والنسيج ومدينة دبي تشتهر بالتجارة والأقصر في مصر تشتهر بالسياحة زين نشوف الدافع السياسي لماذا إنشأت هذه هي مدن العواصمة التي تنطلق منها القرارات السياسية وتدير العلاقات الخارجية وقد تكون هي الأساس الذي نمت حوله الدول هذا تعريف الدافع السياسي نريد أن أخذ أمثلة أي عاصمة تقول لي الكويت أقول لك صح تقول لي الرياض أقول لك صح مثل واشنطن نفس ما ذكرنا قبل شوي مدينة الكويت العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية المنامة في البحرين وقيس على ذلك أي عاصمة هي عبارة عن دافع دافع وراء نشأتها هو دافع سياسي الدوافع العسكرية تكون طبعا محاطة بالأسوار والحصون والأبراج للمراغبة كذلك على أطراف الدول مهمتها دفاعية وهجومية كخط أول زين عطني أمثلة عليها قد تكون طبعا هذه المدن في وقت السلام بمهام تجارية نتيجة قربها من جيرانها لكن قلت هذه كانت موجودة في العصور السابقة لكن في الوقت الحالي نادر ما تكون هناك مدن نشأت الدافع وراء نشأتها هو دافع عسكري أيضا سؤال آخر مقارنة وهذا من أهم الأسئلة في فترة الرابعة عزيز الطالب ركز عليه داما ما يتكرر في الاختبارات لو تتابع اختبارات السابقة تلقى السؤال هذا بصفة مستمرة متكررة مقارنة بين القرية والمدينة وتقدر انت عزيز الطالب بمهارتك ومعلوماتك البسيطة انك تجاوب لو قلنا من بنقارن بينهم من ناحية القرية والمدينة من ناحية الحجم أكيد راح تكون القرية أقل حجم من المدينة نسمع أصغر من المدينة والمدينة هي أكبر من القرية إذا بنقارن عزيز الطالب بين المدينة والقرية من حيث نشاط السكان الاقتصادي أكيد راح تكونوا في القرية نشطة بدائية وتقل فيها الوظائف الإدارية أكيد سكان القرية يعتمدون على الزراعة والرعي أما المدينة تتعدد الوظائف والمهن على الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات الأخرى نبي نأخذ مثال على القرية أعطني مثال على القرية عزيز الطالب نشوف مثل عندنا في مصر وفي أستراليا وفي الهند وفي نزلندا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تكثر القرى لكن في الكويت قليل ما لا يوجد قرى عندنا في الكويت أما المدينة مثل القاهرة في مصر والمدن الكبرى في قرب أوروبا وشرق الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة الكويت أيضا حجم الوحدات السكنية هل نشوف ناطحات سحاب عزيز الطالب في القرى؟ أكيد لا وين نشوفها؟ نشوفها في المدن في القرى تقل حجم الوحدات السكنية فنشوف في القرية وحدات سكنية منفردة وارتفاعها طابق أو طابقين على الأكثر أما في المدينة نشوف ناطحات السحاب والعمران المتنوع أيضا ما الفرق؟ هذا السؤال عزيز الطالب كأنه يقولbye عرف كأنه يقولary عرف لي على سمثال التركيب النوعي للسكن لكن يقولك ما الفرق؟ جيبك تعريفين ما الفرق بينهم؟ التركيب النوعي للسكن ما الفرق بينه؟ التركيب النوعي للسكن والتركيب العمري للسكن النوعي هو تصنيف السكن حسب النوع ذاكرة وأمثن أما التركيب العمري والنوعي مع بعض هو عبارة يمثل الهرم السكاني حيث يجمع بين الفئات العمرية والنوعية فرق بين التلوث الخطر والتلوث المدمر أنواع التلوث على الزطالب مهمة أنك تعرفها سواء بداية من المقبول نهاية بالمدمر انتبه لها ويجب أن تتعرف على مفاهيمها ومصطلحاتها وأي درجة من درجات التلوث كل واحدة فيها فلذلك هذا السؤال أيضا من الأسئلة المهمة التلوث الخطر هو مرحلة متقدمة من مراحل التلوث والذي يبدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية وتعاني منه الدول الصناعية التي تعتمد على الفحم والبترول كمصدر رئيسي للطاقة زين في المدمر هو المرحلة طبعا الأخيرة وهي المرحلة التي ينهار فيها هذا النظام الأيكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء يعني لا يمكن صعب استصلاحه نظرا لاختلاف مستوى الاتزان بشكل جدري بالشكل هذا نكون فرقنا بين المفاهيم اللي شفناها أمامك علم أي اذكر السبب في الاختبار عايز الطالب أحيانا يترك لك فراغ أو فراقين أو ثلاثة فأنت اكتب الأسباب على حسب الفراغات التي أمامك غير إنه إذا طلب إذا طلب غير لكن إذا ترك لك فراغ فقط اكتب على حسب الفراغات واحد تساهم التجارة الدولية في نقل وانتشار الملوثات ليش؟ علل؟ اذكر السبب لأن هذه التجارة ترتبط بتجارة القداء على نقل الملوثات من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستلاك ويكون لها تأثير تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وخطرة ينتقل هذه الملوثات بسبب المنتجات القدائية من بلد إلى آخر فساهمت التجارة الدولية في نقل أو انتشار مشكلة التلوث ثنين ظهور جغرافية العمران علم اذكر السبب ليش ظهر هذا الفرع من فروع الجغرافية البشرية؟ ظهور العديد من القرى والمدن الصقيرة والكبيرة فيجب أن يكون هناك علم يدرس أو يتعرف على الفرق بين هذه القرى والمدن ثنين تنوع خصاص وأشكال وأنواع ووظائف هذه المدن ثلاثة تنوع مواقع واستخدامات أراضي المدن وخطط إنشاؤه لذلك أنشئ هذا النوع من أنواع الجغرافية البشرية وهذا الفرع بعد ما تعرفنا عزيزي الطالب على هذا السؤال اللي هو علل أيضا هناك أنواع كثيرة من الأسئلة ممكن أن ترد لنا في الاختبارات وليبنت تدرب عليها لكن أبيك تركز معاي تستعيد معلوماتك وبأتابع وراجع معاك النوع الأخرى من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد فاصل قصير تابعني بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي الطلاب من جديد حتى نستكمل ما أخذناه في الجزء الأول من الحلقة وهي مراجعة الفدرة الدراسية الرابعة تعرفنا في الجزء الأول عزيزي الطالب على مجموعة من الأسئلة وقلنا لكم هي ليست كل الأسئلة اللي اتردت في الاختبارات إنما هي تدريبات على أسئلة الاختبارات وراح نأخذ الثاني أيضا هناك أسئلة تدريبات الفدرة الدراسية الرابعة تابعني أعرف ما يلي لا يكاد يخلو اختبار من هذا النوع من الأسئلة وهو نفس سؤال الاكتب المصطلح أو المفهوم المناسب لكن هناك يبي منك مصطلح بين قوسين هنا يبي منك السؤال أو التعريف بالكامل نبي تعريف جغرافية السكان ما هو تعريف جغرافية السكان تكلمنا عنها في أول الحلقة تكلمنا عن جغرافية السكان وأخذنا فروعها عزيزي الطالب ركز معاي هو أحدى فروع الجغرافية البشرية التي تهتم بالدراسة العلمية للسكان من نمو وتوزيع وتركيب وأذكرك عزيزي الطالب أن في الجغرافية البشرية لها أربعة فروع جغرافية السكان جغرافية العمران الجغرافية السياسية ونظم المعلومات الجغرافية فجغرافية السكان هي أحدى فروع الجغرافية البشرية عزيزي الطالب فصل الجغرافية البشرية فصل مهم لا نهمله نبين تدرب عليه الأرقام فيه كثيرة والمعلومات فيه كثيرة ودقيقة لكن بإمكانك عزي الطالب أنك تلخصها بأسلوبك المناسب وتكتبها في ورقة الاختبار وهجرة كما تهتم بتوضيح التباين بين هذه الخصائص هذا كله عزي الطالب هو تعريف لجغرافية السكان انشر عزي الطالب أيضا الهجرة ما هي الهجرة وظنة أيضا هذا السؤال مر عليك في المرحلة متوسطة وفي الصف العاشر والآن قاعد يمر عليك في الثاني عشر سهل جدا انتقال الأفراد أو الجماعات لهدف معين من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى هنا يتسمى الهجرة والهجرة طبعا أنواع عزي الطالب أذكرك فيها هناك هجرات داخلية في نفس البلد من منطقة إلى أخرى وهجرات دولية من بلد إلى آخر إما هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة على سبيل المثال أخوان الوافدين الموجودين لطلب الرزق ثلاثة الكثافة السكانية والكثافة عزي الطالب كثيرة ومتنوعة كثافة زراعية كثافة فسيولوجية وتكلمنا عنها في بداية الحلقة في سؤال اختر من البدائل لكن هنا عزي الطالب منك تعريف الكثافة السكانية وهي الكثافة طبعا الرئيسية والمتكررة دائما عندنا في الاختبارات ما هي كثافة السكانية سهلة عدد الأفراد عدد الأفراد في مساحة محددة من الأرض داخل المدينة أو الوحدات الإدارية عزي الطالب ربما يجيك سؤال آخر من نوعية أخرى يطلب يعطيك جدول في مجموع من الأرقاب يطلب منك حساب الكثافة السكانية وظنتي قادر أنك تحسبها من خلال هذه المعادلة عدد السكان على المساحة عدد السكان على المساحة نشوف أيضا مياه التوازن مياه التوازن ممكن مرة عليكم في خلال درس التأوث ما هي مياه التوازن هي المياه التي تحفظ في صهاريج السفن لكي تقوم هذه المياه بحفظ توازن السفينة حتى تأتي إلى مصدر شحن النفط طبعا السفينة لما تكون رايحة محملة بكميات كبيرة من البترول ما ترجع فاضي عزي الطالب إنما تعبى في هذه الصهاريج مياه حتى يحفظ توازن السفينة فلما تصل السفن إلى مناطق تصدير النفط طبعا تفرق هذه الصهاريج وأكيد راح يكون فيها بقايا من النفط وهي سبب من أسباب التلوث خمسة النمو الصفري أيضا أخذنا في بداية الحقيقة إذا أنت مركز معي ما هو النمو الصفري أن تكون عدد الوفيات أكثر من المواليد فما يكون عندي نمو فالسكان ثابت يتناقص لكن ما يزيد انخفاض معدل الزيادة الطبيعية للسكان إلى ما دون الصفر نتيجة انخفاض عدد المواليد عن الوفيات أسئلة سهلة عزي الطالب نضع منك ستة التخوب هي إحدى أنماط أو أنواع الحدود ما هي هي أقاليم أو مناطق حاجزة أو فاصلة بين الأمم والقوميات والدول وأيضا أنواع الحدود عزي الطالب ركز لي فيها أنواع الحدود ركز لي فيها مهمة التلوث الضوضائي ما هو التلوث الضوضائي نوع من نوع التلوث تكلمنا عن التلوث الهوائي تكلمنا عزي الطالب من خلال الدروس السابقة عن أيضا التلوث المائي وأخذنا النوع الثالث من التلوث هو التلوث الضوضائي هو وهي هو شنو الضوضاء هو الصوت الغير مرقوب فيه اختصار الصوت الغير مرقوب فيه نوع من التلوث ويصنف بأنه وضار على صحة الإنسان كما قال العلماء والكائنات الحية الأخرى والضوضاء نوع من التلوث الجوي الاهتزازي يصدر بشكل موجات وتعرف الضوضاء بأنها الصوت الغير مرقوب فيه هو اختصار طبعا شامل للتلوث الضوضائي أو مفهوم التلوث الضوضائي اكتب أربعة من أساليب معالج التلوث الهوائي وأيضا ممكن يجيك عزيز الطالب سؤال يطلب مهارتك مقترحاتك لعلاج أي نوع من النواع التلوث سواء كان هوائي أو سواء كان ضوضائي أو تلوث مائي فلما يطلب عزيز الطالب مقترحاتك أنت قادر أنك تجاوب بأسلوبك ولا تعتمد على أسلوب الكاتب إنما هو طالب مقترحاتك أنت عايز الطالب فالسؤال هذا أكتب أربعة أساليب وممكن تستعين فيها في إيجابتك سؤال المقترحات لكن نشوف ما بعد واحد استخدام مصادر الطاقة البديلة المتجددة اللي هي النظيفة مثل طاقة الهواء أو الرياح طاقة الشمسية اثنين وضع أجهزة لعوادم السيارات كالاحتفاظ ببعض المواد الضارة مثل مادة الرصاص على سبيل المثال من الأسلوب سألي بالأخرى ثلاثة التوسع في زراعة الأشجار على جوانب الطرق وحول المدن طبعا نحن عالفين عزيز الطالب أن الأشجار تمتص الغازات الضارة مثل ثاني أكسجين الكربون وتعطينا الأكسجين فكثرت هذه الأشجار على جوانب الطرق ممكن أن تقلل جزء من أو تحل جزء من هذه المشكلة أربعة استخدام مصادر وقود قليلة التلوث كالطاقة الشمسية كطاقة الطاقة الرياح وإلى آخر خاصة في المصانع نشوف عزيز الطالب أيضا سؤال آخر دلل على صحة العبارة التالية نشوف دائما في الاختبارات وكثيرا ما تكثر عليه الأسئلة اللي قلنا شنو يعني هذا السؤال دلل ويعني في الاختبار وضع لك السؤال فيبي دليل على صحة هذا السؤال يبي دليل فما هو الدليل على وجود قاعدة بيانات جغرافية يدعم آلية اتخاذ الغرار للمصلحة العامة نبي دليل على أن فعلا قواعد البيانات الجغرافية تدعم آلية اتخاذ الغرارات للمصالح العامة ما هو الدليل نشوف الدليل إمكانية دراسة البداء المتاحة مما يعطي يعني يعطيني أكثر من بديل وبإمكاني الاختيار البديل المناسب على متخذي القرار مما يعطيهم القدرة على القرار الصحيح ثنين إمكانية الحصول على خريطة توضح توزيعات معينة على سبيل المثال كتوزيعات السكان كتوزيعات المياه الجوفية وإلى آخر التقييم الدقيق التقييم الدقيق للوضع الحالي في زمن قياسي يوفر لي الجهد وأيضا يوفر لي الوقت فقواعد البيانات الجغرافية اللي موجودة عندي خاصة في نظم المعلومات الجغرافية بإمكاني أني أتخذ أو أصل إلى القرار الصحيح في أقصر مدة وأقل جهد أيضا عزي الطالب سؤال آخر ما العلاقة بين كل من جايبك طرفين ما العلاقة بين كل من ما العلاقة بين التيارات البحرية وانتشار الملوثات هل هناك علاقة عزي الطالب هل التيارات البحرية تعمل على انتشار هذه الملوثات ونقلها من مكان إلى آخر نعم شلون الحركة السطحية لبعض مياه البحار والمحيطات وبشكل خاص بالقرب من السواحل تساعد على نقل الملوثات وانتشارها على مساحة أكبر كما أن الأنهار الدولية تقوم أيضا بنقل لأنهار عزي الطالب هي عبارة عن مياه جارية تنقل هذه الملوثات من منطقة إلى أخرى على سمثال لو جينا إلى نهر النيل على سمثال ينقل الملوثات من الملوثات الزراعية في جنوب مصر إلى شمال مصر لأنه نهر جاري يصب في البحر والأبيض متوسط فالأنهار الجارية والبحيرات هي عبارة عن ناقلة الملوثات كذلك أيضا بالنسبة للتيارات البحرية هي ناقلة للملوثات كما تقوم أيضا بنقل الملوثات الصناعية من دولة إلى أخرى وليست من إقليم إلى آخر خصوصا أنها كانت المجاري المائية أو النهرية تسير في أكثر من دولة أو تلتقي عند الحدود السياسية على سمثال في نهر الرين أيضا عزي الطالب من العلاقة بين الأعاصير التي أصابت بعض الدول في عام 1991 واحتراق الآبار النفط في الكويت لاحظ خصة في بنقلادش حصل عندهم فيضانات والسبب هو حرق آبار البترول وقبل شوي عزي الطالب تكلمنا عن الخريطة وقلنا حدد النطاق الذي انتشرت فيه الملوثات وأخذنا طبعا جزء من الشبه الجزيرة العربية وأخذنا جزء من قارة آسيا وصولنا إلى شبه القارة الهندية فكانت بنقلادش أو بنقلادش بالذات تعرضت لأعاصير وأمطار بسبب حرق آبار النفط في دولة الكويت وهذا دليل عزي الطالب على فعلا أن هذه الملوثات تنتقل للتيارات الهوائية سبب في نقلها وأيضا التيارات المائية التي تكلمنا عنها قبل شوي سبب في نقل هذه الملوثات ما العلاقة بين الأعاصير والفيضانات أن احتراق الآبار يؤدي ركز معي عزي الطالب احتراق الآبار يؤدي إلى تدفئة وتسخين شديد الهواء والأرض وبالتالي زيادة الأمطار الموسمين مما يترتب عليه ارتفاع مناسب مياه الأمطار والبحار في العالم أيضا أنها تتعامل مع نظم المعلومات التي ترتبط بمواقعها الحقيقية على صلح الأرض بواسط الإحداثيات الجغرافية معلومة عطاك إيها جاهزة خلنشوف الأسئلة اللي عليها عرف ما تحته خط شون اللي تحته خط نظم المعلومات الجغرافية تكلمنا عنها قبل شوي عطينا على صيغة مصطلح فالذلك شوفها تجي على صيغة عرف مصطلح أكمل فراغ اختر إجابة والآن شوف عبارة وأيضا نريد تعريفها ما هي نظم المعلومات جغرافية هي أحدى نظم المعلومات التي تتعامل مع المعلومات المكانية من حيث الإدخال والتخزين والإدارة والاستعادة والتحليل والإخراج لتقديم أفضل الحلول المكانية لدعم متخذي القرار هذه هي نظمة المعلومات الجغرافية فليجب أن تعرض لجيك سؤال سحق خطأ هل نظم المعلومات الجغرافية هي نفسها نظم المعلومات تقول خطأ هناك فرق اثنين كيف يمكن توظيف نظم المعلومات في المصارف إلى نظم معلومات جغرافية يعني هل المصارف محتاجة أن تستعيم بنظم المعلومات الجغرافية غير نظم المعلومات مال البنك نفسه نعم شلون بأنه يلزم أن ترتبط قاعدة المعلومات المصارفية بخراءة تحدد مواقع المستفيدين يعني ما أنشئ فرع لبنك معين إلا لما استعيم بنظمها الجغرافية حتى أحدد هذا المكان المناسب لهذا المصرف أو الفرع وإنشاء قاعدة بيانات معلومات وصفية عن طبيعة المواقع السكنية والخصائص الديمغرافية لعملاء هذا البنك ومن هذا تصبح نظم المعلومات في هذه الحالة نظم معلومات جغرافية فنستنتج عزيز الطالب أن لا غنى لنا عن نظمات جغرافية في أي مجال مجالة حياتنا حتى في الأعمال الإدارية نظم معلومات جغرافية أصبح مطلب وفرع جديد يجب أن تهتم فيه أقلب الجامعات ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جامعة الكويت هناك قسم خاص لنظم المعلومات الجغرافية اكتب ثلاثة لكل مما يلي خصائص المعلومات الجغرافية شو يريد يريد أن تكتب ما تعرفه عن خصائص المعلومات الجغرافية في حدود ثلاثة أصطر طبعا هذا ما تجي عزيز الطالب إلا بأسلوبك أنت بنفهم كل الموضوع تقدر أنك تكتب أكثر حتى من ثلاثة أصطر فلا تخفر عن هذه الأسلال عزيز الطالب المعلومات الجغرافية متغيرة وليست ثابتة المعلومات الجغرافية كبيرة الحجم المعلومات الجغرافية الصورة الورقية للمعلومات الجغرافية التغارير الجغرافية البيانات الجغرافية كل هذه عبارة عن خصائص للمعلومات الجغرافية ثنين أسباب تلوث المياه سطحية والجوفية بإمكانك تكتب فيها ما تشاء تعرض المياه السطحية للتلوث البلوجي المثال أو الكيميائي ثنين قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص المخلفات وهذه كلها سباب طبعا للتلوث المياه السطحية والجوفية التخلص من نفايات المصانع بدون معالجته وإن عودت فيتم ذلك بشكل جزئي في الكويت عزيز الطالب يعني قاموا يعالجون مياه الصرف الصحي ويستخدمونها في ري المزرعات في الطرق استخدام الأسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية خاصة في الأراضي الزراعية فبالري تنتقل هذه الملوثات وترجع مرة ثانية إلى الأنهار والأنهار تقوم بدورها بنقل هذه الملوثات من منطقة إلى أخرى هذه كلها سباب عزيز الطالب تلوث المياه السطحية وتقدر عزيز الطالب أن تسرد لي الكثير من هذه الأسباب هنا سؤال مهارة وأظن عزيز الطالب يعني ما في أحد من الطلاب أو الطالبات تقفل عن خريطة الكويت فربما يجيك السؤال يقول لك ارسم ارسم خريطة الكويت ناس ما تشوف قدامك ارسم خريطة دورة الكويت وحدد عليها ما يلي فأنت أكيد أنك تعرف ترسم خريطة الكويت وإذا ما تعرف تدرب عليها خريطة بلدك إضافة إلى مهارة الرسم هناك مهارة التحديد فالرسم عليه درجة والتحديد الصحيح عليه درجة لو ما كنت تعرف مواقع على سمثال الحقول النفطية بإمكانك تاخد درجة الرسم على الأقل فالرسم مهارة مطلوبة عزيز الطالب أنا من يقال لك ارسم خريطة العالم إنما قاعد أقول لك ارسم خريطة الكويت وظنة سهلة من المرحلة المتوسطة وحن نتدرب على رسم خريطة الكويت نشوف هنا يرسم خريطة الكويت وحدد عليها مالي رسمناها شنو نحدد حقل الردق النفطي وين يقع؟ أكيد أنه يقع في شمال دورة الكويت نشوفه في الجزء الأمامي مثلث زين نبنحدد حقل برقان النفطي في الجزء المربع راح يكون هو طبعا من أكبر حقول النفط في الكويت حقل برقان النفطي ثلاثة منطقة السالمي نبدأ نحدد منطقة السالمي أين تقع؟ طبعا في الجزء الغربي من دولة الكويت حددناها بالشكل اللي هو الدائرة أربعة جزيرة فيلك أين تقع عزي الطالب؟ طبعا تكون مقابلة لجون دولة الكويت حددناها بالشكل الذي أمامي خمسة منطقة الشدادية بالرمز نبدأ نحددها بشكل النجمة وين تقع منطقة الشدادية؟ أحسنت منطقة الشدادية طبعا الرسم وركز وعيد وقول الرسم مهم عزي الطالب ركز لي عليه الرسم مهم أنك تتعلم عليه وتدرب عليه نشوف أيضا عزي الطالب اقرأ العبارة التالية أيضا السؤال قاعد يتكرر علينا لكن بأشكال أو بأسئلة مختلفة اقرأ العبارة التالية اقراها لا تقفل عنها التركيب الداخلي للرقعة الحضارية لتطوير مدينة الكويت يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية تمام زين شي المطلوب؟ عدد هذه القطاعات مهمة جدا ما هي القطاعات؟ نشوف القطاع التجاري يشمل طبعا الذي يمتد على طول الواجهة البحرية ويشمل الأسواق والمخازن فهذا كانت من القطاعات اللي موجودة داخل سور الكويت قديمة ثنين قطاع الأسواق التي تتجمع في وسط المدينة تتجمع الأسواق في وسط المدينة هذا القطاع الرئيسي الثاني القطاع الثالث هو القطاع السكن عزي الطالب طبعا اللي توجد فيه مساكن اللي يجتمل على ثلاثة أحياء رئيسية ما هي؟ شرق وحي القبلة وحي المرقاب ثلاثة أحياء رئيسية فالقطاعات مهمة أنك تعرفها والأحياء الرئيسية في مدينة الكويت قديمة لجب أنك تعرفها اللي هي قبلة وشرق والمرقاب هذا بالشكل هذا عزي الطالب نكون قطينا الجزء الخاص بالرقعة الداخلية لمدينة الكويت داخل السور قديمة بالشكل هذا عزي الطالب نكون عطيناك مجموعة من الأسئلة وذكرك أن الأسئلة هذه ليست كل أسئلة الاختبارات إنما هي نماذج من أسئلة الاختبارات السابقة جمعناها لكم وضعناها لكم بصيقة التي تدرب عليها لكن عزي الطالب أريد أن أركز مرة ثانية على خريطة العالم يجب أن تتعرف على خريطة العالم يجب أن تتعرف على تفاصيل خريطة العالم يجب أن تتعرف على قارات خريطة العالم حتى لو جاك سؤال في الاختبار إذا من تعرف القارة أو من تعرف هذه الدول تكون إجابتك بالشكل هذا إجابة خاطئة وما تقدر أنك تجاوب ركز عزي الطالب على الأنشطة خلف كل نشاط الأسئلة خلف كل نشاط ركز لي عليها تدرب عليها وخلها كأسئلة مراجعة بعد دراستك للدرس إضافة على ذلك عزي الطالب لا غنى لك عن الكتاب المدرسي ولا غنى لك عن المعلم فالمعلم هو الأساس دميع الأسئلة اللي دربك عليها المعلم راجعها عزي الطالب ولا تترك جزء فاضي من الاختبار ربما تكون إجابتك صحيحة أيضا أذكرك عزي الطالب سؤال المخترحات وهي عبارة عن أسئلة بأسلوبك تقدر نجاوب عليها ليس أسلوب الكاتب إنما هو بأسلوبك تقدر أنك تجاوب على هذه الأسئلة نتمنى أن يكون عزينا الطالب أن قطينا كل ما يتعلق في اختبارات الفترة الدراسية الرابعة نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء نتمنى لكم